عزيزي الطالب اعلم أن الإسلام منظومة ثلاثية تتمثل في العقيدة والشريعة والأخلاق وهذه المنظومة تحتاج إلى مناهج دعوية ناهضة نابضة هذه المناهج وقفنا عليها في درس سابق وهو المناهج الدعوية ملامحها في جانب العقيدة أما عن الملمح الثاني وهو ملامح العقيدة ملامح العامة لمناهج الدعوة في جانب الشريعة فهو ما عقدنا له الدرس الثاني الدرس الثاني له عناصر يمكننا إجمالها في العناصر التالية أولا إبراز المنهج الدعوي للعبادة وأسليبها أيضا إقرار ما لا يتعارض مع مقاصد الشريعة وأخيرا وضع أصول وقواعد عامة لمعظم الأحكام الشرعية هذه العناصر الثلاث مترابطة وكذلك نبدأ ببيان أولها كيف قرر القرآن وجاء في السنة المنهج الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بيان العبادة للناس هذا ما ينبغي أن يعيه الدعاء فكيف عن تقرير هذا المنهج إنه منهج توقيفي العبادة في حقيقتها علاقة بين العبد وربه ولهذا اقتضت أن تكون توقيفية يعني لا دخل للإجتهاد في تشريعها وسنها للناس وهذا هو المنهج منهج التقرير للعبادة إنما يقوم على أنه توقيف لا دخل للعقل فيه ولا دخل لإجتهاد البشرية فيه ودليل ذلك لما حاول بعض الصحابة ردوان الله عليهم بعقولهم اختيار منهج دعوي لأنفسهم عندما تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وعلّلوا ذلك بمغفرة ذنوبه فقال أحدهم أما أنا فأصل الليل أبدا وقال الآخر وأما أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مقالاتهم ومنهجهم وبين لهم المنهج الصحيح وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني فالمنهج الصحيح إذن هو اتباع التوقيف وليس اجتهاد منهج يقوم على النص الرباني ولا دخل للعقل البشري فيه أما عن إقرار ما لا يتعارض مع مقاصد الشريعة مقاصد الشريعة التي أجمالها الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات في تحقيق الضروريات ومعناها أنها لابد منها في قيام المصالح الدين والدنيا يعني العبادة لها هدف أقامها الحق تبارك وتعالى من ورائها وهو تحقيق المصالح للعباد وهذا ما ينبغي أن يعيه الدعاء بأن يفهم الحقيقة الكبرى من تشريع العبادات في الإسلام أيضا الحاجيات ومعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بقوت الناس وبفوات مصالحهم أيضا التحسينات ومعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات هذا ما ينبغي أن يعيه الناس من فهم العبادات في الإسلام وهذا هو المقصود من وراء التشريع كذلك وضع أصول وقواعد عامة لمعظم الأحكام الشرعية فقد جعل الشارع أدلة الأحكام الشرعية نوعين الأولى أدلة تفصيلية جزئية بحسب الحوادث والمسائل ومن أمثلتها ما جاء في بيان حكم الوضوء والطهار وبعض أحكام الصلاة وكثير من أحكام السنة أيضا جعل الشارع الأدلة منوطة بالجملة هناك أدلة إجمالية عامة وقواعد كلية تندرج تحتها الجزئيات السابقة وهي كثيرة وموجودة ومستجدة في حياة الناس فلهذا جاءت الشرائع الربانية إنما متوافقة مع ما يحتاج إليه الناس في كل مكان وزمان ومن أمثلتها ما جاء كنصوص عامة أو قواعد في القرآن والسنة كقوله تبارك وتعالى في بيان حال البيع من حله وحرمته وأحل الله البيع وحرم الرباء هذه أدلة إجمالية عامة يدخل تحتها كل لون من ألوان البيع وكل لون من ألوان الرباء وقوله سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الآية عظيمة في بيان الأدلة الإجمالية في كل شيء فقد حرم الله الفواحش كلها ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي كله كل لون من ألوان البغي حرمه الله فيدخل تحته وهذا هو وضع قواعد وأصول عامة يجب على العلماء والدعاء أن يبصروها للناس حتى يسيروا على منهجها